كمان عاوز يعني أسأل سؤال إن هوية المسيح مش غامضة وفكر الله مش غامض ومنشوف إنه فيه تسلسل في الكتاب المقدس اللي الله بيتكلم ما نسميه تدرج بالإعلانات وهذا التدرج بالإعلانات يمكن ما شفناش الصورة واضحة في العهد القديم شفناها يمكن أوضح في العهد الجديد لكن حقيقة إذا المسيح نتكلم عنه هو الله الظاهر في الجسد فهل فيه دلائل من العهد القديم اللي بتكلمنا عن المسيح ظهر الله في الجسد في ملء الزمان في ملء الزمان عندما ولد المسيح فالأنجيل بداية العهد الجديد تشرح لنا حادثة ميلاد المسيح في ملء الزمان لكن قبل أن يأتي المسيح كانت هناك إرهاصات كانت هناك مؤشرات كانت هناك نبوات كانت هناك رموز تسبق مجيء المسيح طبعا يعني أعتقد أنه من ضمن الإظهارات القديمة اللي بنقول عليه تدرج الإعلان أن هناك وعدا في تكوين 3.15 عن ما يسمى نسل المرأة فهناك من سيأتي من المرأة يسمى نسل المرأة الذي له عمل على الأرض أن يصحق رأس الحي لكن إلى هذه اللحظة مش عارفين مين هيجي إزاي إلى أن الله بدأ يعبر عن نفسه ويعلن عن نفسه لتهيئة الذهن البشري لحديثة التجسد فبدأت إظهارات أو تجليات أو ظهورات في العهد القديم تقول لنا أن الله يريد أن يتواصل مع الإنسان فيستوفيس عايز يوصل لغاية عنده مش بس الله يتكلم للإنسان يعني العلي يصل إلى الأرض زيارات إلهية للأرض فمثلا من ضمن الزيارات الإلهية للأرض في هيئة جسمية وإن كان ليس تجسودا قبل التجسد في تكوين 18 عندما ظار الرب أبرام إبراهيم وهو جالس في باب الخيمة وكان معه ملكان ويقول لنا الكتاب أنه عندما ظاره الرب في وقت حر النهار في باب الخيمة في تكوين 18 الحديث الدائر بين إبراهيم وبين الرب يؤكد أنه ليس مجرد ملاكا أو ليس مجرد زائرا من ضمن زوار ثلاثة لكن مثلا الأجزاء الكتابية تقول أن إبراهيم ركض وسجد له سجد لهذا الزائر الإلهي وبدأ يتكلم معه الرب أعطاه وعدا أن يأتي بإصحاق نحو زمان الحياة وبعد كده لما أخذوا على مشارف يودعوا تكلم عن خراب سدوم فقال إبراهيم هذه العبارة شرعت أن أكلم المولى وأنا طراب ورماد تتكلم مع من يا إبراهيم يقول المولى من هو المولى هذا الذي أمام الآن فإبراهيم أدرك أن الذي يكلمه الآن ليس زائرا عاديا ولا حتى ظهور ملائك عادي لكن هو المولى والمولى هذا اسم من أسماء الله في العهد القديم فهذا ظهور من ضمن الظهرات التي بدأها الله يزور بها البشرية ليهيئ الزهن البشري لفكرة التجسد في ملء الزمان أسف لا الدليل أنه كمان الملكين تركوا الرب وراحوا لسدوم تمام فإبراهيم استمر بالحديث مع هذا الظهور اللي بتتكلم عنه يعني إبراهيم سجد له هو ولم يسجد للثلاثة لأنه ميزه إبراهيم تكلم معه أخذ وعدا بميلاد إسحاق إبراهيم أيضا قال له شرعت أن أكلم المولى فهو يكلم الرب وأنا تراب ورماد فهذا دليل من الأدلة التي تبرهن أن الله يريد أن يتواصل مع الإنسان قبل التجسد لتهيئة الزهن البشري لمجيء المسيح ترجمة نانسي قنقر